في إحدى ليالي شهر شوال من العام الخامس الهجري كان المسلمون يتعرضون لأشد أنواع الإبتلاء في المدينة المنورة فعدد كبير من قبائل شبهة جزيرة العربية كانت اتفقت على توحيد الصف وأقبلوا بأعداد رهيبة من أجل الفتك بالمسلمين والقضاء على الدعوة الإسلامية ولم يجد المسلمون مفرا سوى الاحتماء بالمدينة وراء الخندق الذي حفروه داعيين الله أن يخرجهم من هذا البلاء العظيم فترى ما الذي دار في تلك الغزوة العصيبة وماذا كان مصير المسلمين بعد البلاء الذي حل بالمسلمين في غزوة أحد طمعت القبائل العربية المختلفة في الفتك بالمسلمين والهجوم على المدينة لنهب خيراتها فهيبة المسلمين قد تأثرت بشدة بعد ذلك اليوم في نفوس الرجال بشبه الجزيرة العربية وأرادت كل قبيلة انتهاز تلك الفرصة لصالحها ولذلك كان على رسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرف سريعا تجاه ذلك الأمر فقد كانت الخطوة القادمة في غاية الأهمية وكانت ستحدد بشكل كبير مصير الإسلام ورسالته الكريمة صلى الله عليه وسلم وبالفعل من خلال جهاز استغبارات قوي منتشر في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعرف جميع المخططات التي كانت تحاج ضده وضد المسلمين الأمر الذي مكنه من إفشالها وضرب أي تجمعات كانت تستعد للانقضاض عليه فبين نهاية العام الثالث وبداية العام الخامس الهجي استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجهد سبع حملات عسكرية ضد كل من كانت تسول له نفسه بالانقضاض عليه وعلى المسلمين بالمدينة بل وواضر الرسول عليه الصلاة والسلام بالهجوم على تلك الجماعات حتى استطاع أن يفرقها ويعود ظافرا للمدينة المنورة بعد أن محى أثار أحد من نفوس جميع أعدائهم وكان يهود بني النضاير هم هدف إحدى حملات الرسول عليه الصلاة والسلام المتتالية فبعد أن بلغه الوحي بمخططهم لاختياله عندما كان يزورهم بحصونهم قرر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجهز حملة ضخمة لطردهم من المدينة المنورة بعد أن نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وأعطاهم مهلة عشرة أيام للجلاء عن حصونهم وبالفعل بعد أن رفض اليهود الخروج من منازلهم وبعد حصار استمر المدة أسبوعين تقريبا قرر اليهود الاستسلام وخرجوا جميعا من المدينة بعد أن أخذوا أموالهم وخربوا بيوتهم بأيديهم حتى لا يستفاد منها المسلمون وقد تفرق اليهود في شتى الأنحاء بشبه الجزيرة العربية ولكن أكثرهم قرر الإقامة بمدينة خيبر واتخذوها موضعا لهم ملأ الحجل كلوب يهود بني النضاير خاصة بعدما اتطروا للتخلي عن منازلهم بالمدينة ولذلك بمجرد وصولهم واستقرارهم في خيبر اجتمع زعمائهم وبدأوا يفكرون في خطة محكمة تكون نهايتها صاحقة على المسلمين وتهدم كيان الإسلام من الأساس وبالفعل بعد عدة لقاءات توصل اليهود لخطة غزو محكمة ضد المسلمين يشارك بها أكبر عدد ممكن من القبائل العربية القوية وخاصة قبائل نجد وكنانا وكريش على أن يتحمل اليهود جزء الدعوة إلى هذا الغزو وتنظيمه بل وتحمل جانب كبير من نفقاته المالية ونتيجة لهذا القرار الخطير قرر اليهود تشكيل وفد من أعضائهم البارزين للقيام بتلك المهمة والاتصال بالقبائل العربية المنشودة وكان زعيمهم حيائي بن أخطب على رأس ذلك الوفد غادر الوفد اليهودي مدينة خيبر في أوائل شهر شعبان من العام الرابع الهجي أي بعد مرور حوالي سنة على غزوة أحد وبعد أربعة شهور فقط من جلائهم من المدينة وعلى الرغم من أن قبائل الغطفان النجدية كانت أقرب إلى هؤلاء اليهود من قبائل الحجاز إلا أن الوفد قد قرر أولاً التوجه إلى كريش بمكة فهم كانوا يعلمون أن كريش هي العدو الأول للإسلام في ذلك الوقت وأن الدافع الذي ستتحرك من أجله سيكون أعظم من بقية القبائل فقبيلة كريش كانت ترى أن الإسلام قد جاء ليقضي على تجارتها وعبادة الأصنام التي تقوم عليها أموالها وكانت تشتعل غضباً في تلك الفترة خاصة بعدما نجح الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكسر هيبتها أمام العرب وأجبرهم على الانسحاب والهروب من المواجهة مرتين بعد أحد في حملتي حمراء الأسد وبدر الآخرة ولذلك بمجرد وصولهم اجتمع زعماء كريش مع الوفد اليهودي بدار الندوة واستمعوا في إنصات شديد لمخططهم ودرسوه من جميع نواحيه فلما تأكدوا من قدرته على هدم الإسلام والقضاء على المسلمين أبدوا سرورهم الشديد وموافقتهم الكاملة عليه ووقف أبو سفيان زعيم كريش وأبدى ترحيبه الشديد باليهود قائلاً أهلاً ومرحباً باليهود فأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد وجرى بين الطرفين مناقشات حول الإسلام والوثنية وسأل بعض زعماء كريش اليهود باعتبارهم أهل كتاب حول الإسلام وعما إذا كان أحق بالاتباع من دينهم الوثني فنافق اليهود زعماء كريش وأخبروهم أنهم حتى مع وثنياتهم فهم أحقوا بالاتباع من دين الرسول عليه الصلاة والسلام بل وتمادل بعض منهم وسجدوا لأصنامهم إرضاء لهم عندما طلبوا منهم ذلك حتى يطمئنوا لقولهم بعد اطمئنان اليهود لموافقة كريش على خطتها لغزو المدينة وتحديد الموعد معاً توجه ذلك الوفد سريعاً نحو ديار غطفان بنجد لعرض مخطته على تلك القبائل فلما وصلوا إلى منازلهم صاروا يتنقلون بين مضارب البدو وخيامهم للدعاية لخطتهم وشحن نفوس العرب على كره المسلمين وبعدها قاموا بالاجتماع مع زعماء تلك القبائل وشرحوا لهم مخطتهم الخبيث بهجومهم على المدينة وأبلغوهم بموافقة كريش عليه وقد كانت معظم هذه المحادثات دائرة مع عويين بن حسط لأنه كان أقوى شخصية متاع بين قبائل غطفان ولكن ذلك لم يمنع وجود زعماء القبائل الأخرى أيضاً فأعجب الجميع بما عرضه اليهود وأتموا الاتفاق على تنفيذه بالكامل كما عرض عليهم وكانت من ضمن بنوط تلك الاتفاقية أن تكون قوة غطفان في ذلك الاتحاد ستة ألاف مقاتل وأن يدفع اليهود لقبائل غطفان مقابل ذلك كل ثمر نخلي خيبر لمدة عام على الأقل وهكذا عاد الوفد اليهودي بعد أن اتمأن على تجميع عشرة ألاف مقاتل من غطفان وكريش وهو جمع لم يصبك للمسلمين أن وجهوه من قبل وأخذوا يعدوا الوقت على أيديهم حتى ميعاد ذلك الهجوم بدأت تحركات القبائل لتجهيز مقاتليها على نطاق واسع وبذلت كل قبيلة جهداً وفيراً لحج الجيوش وتنظيمها واستطاعت كريش أن تحشد أربعة آلاف مقاتل مع حلفائها وكان جيشها في هذا الغزو هو أفضل الجيوش من حيث دقة التنظيم وجودة التسليح فقد كان سلاح النقل لديها يضم 1500 بعيراً والسلاح المطاردة حوالي 300 فارس وقد تم إعطاء لواء الجيش إلى عثمان بن طلحة وتسلم خالد بن الوليد قيادة سلاح الفرسان على أن ترجع قيادة الجيش بالكامل إلى أبي سفيان بن حرب وزيادة في التصميم على حرب النبي عليه الصلاة والسلام فقد خرج من بطونها خمسون رجلاً إلى الحرم وتحالفوا وتعهدوا على أن لا يغذلوا بعضهم البعض وأن يكونوا يداً واحدة ضد الرسول عليه الصلاة والسلام أما قبائل غطفان فقد حشدت 6000 مقاتل مع حلفائها ونظراً لأنهم لم يكن لديهم نظاماً دائماً للحرب مثل كريش والتي كانت دائماً تسند مهمة قيادة جيشها إلى أحد رجال بني أمية فقد أسندت غطفان مهمة قيادة قواتها إلى أربع قيادات وهم بنوا فزارة وتولى قيادتهم عيين بن حس وبنوا أسد وتولى قيادتهم طلاحة بن خويلد وبنوا أجع وتولى قيادتهم مسعود بن رخيلة وبنوا مرة وتولى قيادتهم الحارث بن عوف في تلك الأثناء كانت الأوضاع على صفيح ساخن بالمدينة المنورة فقد كانت الاستغبارات النبوية في غاية اللقظة والنشاط في كل الأرجاء وكانوا يتتبعون بالفعل رجال الوفد اليهودي منذ رحيلهم من خيبر نحو مكة وعلموا باتفاقهم مع قريش وغطفان لاحقاً فظل المسلمون في ترقب حذر ينتظرون النتيجة النهائية لمساعي وفد خيبر وبمجرد اتفاق الأطراف الثلاثة على الغزو علم الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة بذلك الأمر بل وعلم المسلمون كذلك معلومات خطيرة عن قوة جيش الأحزاب وعدد جنوده وأسماء قادته ومعاد تحركه نحو المدينة فدع الرسول عليه الصلاة والسلام لاجتماع عجل حضره كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار وأخذ يبحث معهم هذا الموقف الخطير ولما كان هدف ذلك التحرك هو غزو المدينة فقد كان الهدف الأساسي من ذلك الاجتماع هو بحث طرق الدفاع عن المدينة وعما إذا كان من الأفضل أن يخرجوا للقائهم مثل ما فعلوا في أحد أم الأفضل أن يتحصلوا بداخلها فتقرر في آخر الأمر أن يتحصل المسلمون بداخل المدينة خاصة أن عدد جيشهم لا يزيد عن 3000 مقاتل منهما الكثير من المنافقين الذي لا يؤمن جانبهم وقت الحرب وتم الاتفاق على أن تكون المنطقة الشمالية للمدينة هي الخط الأساسي للدفاع عنها ولكن ضلت مشكلة طريقة الدفاع هي ما تؤرق المسلمين فعلى الرغم من اختيارهم الجيد لمكان القتال إلا أن فرق العدد بين الجيشين كان كبيرا وكان لابد أن يحسبوا حسابه ولذلك بينما كان يتشور الجميع عن أفضل الطرق لتجنب الالتحام المباشر مع جيوش الأحزاب وتعطي له قدر الإمكان تقدم سلمان الفارسي من وسط الصفوف واقترح على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسارع المسلمون لحفر خندق عميق يشمل كل المنطقة التي يتوقع أن يرتادها جيش الأحزاب وذلك قبل أن يصلوا لهم فقال سلمان للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا فعجب الرسول عليه الصلاة والسلام باقترح سلمان الفارسي وتم الاتفاق بالإجماع على خطة الدفاع وكانت كالتالي أولا أن يبقى المسلمون بالمدينة وأن لا يخرجوا للقاء الأحزاب خارجها ثانيا أن تكون خطوط الدفاع الرئيسية في الطرف الشمالي للمدينة أمام جبل سلع على أن يكون هذا الجبل خلف ظهر القيادة الإسلامية ثالثا أن يقوم المسلمون بحفر خندق عميق يكون حاجزا منيعا بينهم وبين الأحزاب رابعا أن يقوم المسلمون بإخلاء المدينة من النساء والأطفال وكبار السن على أن يجمعهم في الحصون المنيعة بعيدين عن العدو لتسهل حمايتهم خاصة من يهود بني كورايدا الواقع منازلهم في المدينة والذين كان لا يأمنهم المسلمون خامسا أن تقوم الدوريات الإسلامية بحراسة المدينة طوال الليل وحتى الصباح وبدأ الجميع فورا يستعد لتنفيذ ثلق الخطة إذا نظرنا لخطة الدفاع الإسلامية سنجد بأن اختيار الطرف الشمالي للمدينة ليكون معسكرا للمسلمين كان الخيار الأنسب من الناحية الاستراتيجية فقد كان ذلك المكان هو أنسب مكان ليعسكر به من كان يريد الدفاع عن المدينة حيث كانت الناحية الوحيدة المكشوفة التي لا بد لأي معتدي أن يتجه إليها نظرا لانتشار الميادين الفسيحة بها وإن عدم الحواجز الطبيعية بينما كانت الجهات الأخرى من المدينة محاطة بأتجار النخيل والأبنية المتشابكة والحواجز الطبيعية الصعبة ولذلك فقد قرر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم حفظ الخندق من الطرف الغربي لجبل سلع حتى طرف حرة الوبرة التي تطل على الجانب الغربي للمدينة على أن يمر هذا الخندق بشكل كوس في الطرف الشرقي للحرة المذكورة ثم يمتد في خط المستقيم أمام جبل سلع متجهن نحو الشرق حتى طرف حرة واقم التي تطل على الجانب الشرقي للمدينة وبذلك يتم فصل معسكر الأحزاب الذي يقع في الناحية الشمالية حول أحد ومجمع الأسيال عن معسكر المسلمين الواقع أمام جبل سلع وعندما داخل المدينة الشمالية بين الحرتين وقد تقرر أيضا حفر خناضق ثانوية يرتبط بعضها ببعض وتمتد من الطرف الغربي للخندق الرئيسي وتتجه جنوب حتى مجمع وادي بطحان حتى تكون تلك الخناضق خلف المجد النبوي من الناحية الغربية وبدأ المسلمون سريعا في حفر الخندق بكل همة ونشاط وتقرر حفر الخندق الرئيسي أولا حتى يتم الانتهاء منه قبل وصول جيش الأحزاب وشارك الرسول عليه الصلاة والسلام في عملية حفر الخندق بنفسه مع رجال فكان يحفر الطراب ويضرب بالفأس والمعول وينحني ليجرف الطراب ويحمله على ظهره وكانت عملية الحفر تستمر طوال النهار دون راحة حتى يحل الظلام وقد عانى الجميع من الظروف الصعبة التي كانت تحيط بهم فقد كان ذلك العام عام مجاعة في المدينة وكان معظم الرجال الذين يقومون بالحفر لا يجدون الكوت الضروري الذي يعينهم على العمل وقد ربط النبي عليه الصلاة والسلام الحجر على بطنه من شدة الجوع أثناء عملية الحفر وشارك الناس آلام الجوع وحدث أنه خلال حفر المسلمين للخندق وجدوا صخرة كبيرة لا تنكسر بالفأس فاشتكوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقام وأخذ المعول وقال بسم الله فضربها ضربة فنفرها تلتها وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر كسورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فنفرها تلتها الثاني فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس وإني والله لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن ثم ضرب ضربته الأخيرة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا فكانت هذه النبوء النبوية من الأعلام التي لا تخطئ فقد تم فتح كل تلك الأماكن بالفعل ووصل المسلمون لها في عهد أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيما بعد رغم المعاهدة بين المسلمين ويهود بني كورايذا بالمدينة والتي بموجبها كان عليهم حفر الخندق مع المسلمين إلا أنهم لم يشاركوا في عمليات الحفر فكان ذلك بمثابة أول خرق للعهد القائم بينهم كما أن المنافقين الذين انتشروا وسط الجيش الإسلامي حاولوا كثيرا تخريب عملية الحفر فكانوا يتكاسلون ولا ينفذون ما طلب منهم سريعا كما كانوا يتركون أماكنهم ويخالفون أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ويذهبون لأهلهم حتى يعطلوا عملية الحفر قدر الإمكان ولم يثبت سوى المسلمين الصادقين والذين كانوا يستأذنون النبي لمغادرة أماكنهم فقط لقضاء الحاجة ولكن بالرغم من ذلك فقد استمرت عملية الحفر بنجاح وقد وكل الرسول عليه الصلاة والسلام كل عشرة أفراد بحفر ما يوازي أربعين ذراعا بأسرع ما يمكن وقد بلغ طول الخندق حوالي خمسة ألاف ذراع وعمقه سبعة أذرع وكان عرضه ما يوازي تسعة أذرع لأن الخيل تستطيع أن تخترق ما هو أقل من هذه المسافة واستمرت عملية الحفر شهرا كاملا حتى تمت أخيرا بنجاح بعد أن أتم المسلمون عملية حفر الخندق ظلوا مطيقظين لوصول جيش الأحزاب وقد قسم الرسول عليه الصلاة والسلام جيشه إلى فرقتين المهاجرون وأعطى لواءهم لزيد بن حارثة والأنصار وأعطى لواءهم لسعد بن عبادة كما انتخب لحراسة المدينة قوة خاصة قسمها إلى فصيلتين أعطى قيادة الأولى لزيد بن حارثة والأخرى لمسلم ابن أسلم وأمرهم أن يقوم بأعمال حراسة دورية داخل المدينة وعلى مشارفها خاصة من ناحية الجنوب حيث تقع منازل بني كورايظة فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقع الغدر منهم رغم العهد المقام بينهم وقام الرسول عليه الصلاة والسلام بإرسال رجلين هما صليت وسفيار بن عوف حتى يستطلعوا تحركات جيش العدو ولكن بعد فترة قصيرة وقع هذان الرجلان في قبضة الأحزاب حيث التقي بدورية مسلحة كبيرة من دوريات جيوشهم فقبض عليهم رجال الدورية وتم إعدامهما في الحال فكان هذان الرجلان هما أول شهيدين في معركة الأحزاب وظل الجميع بالمدينة يترقبوا في حضر حتى جاء شهر شوال ففي أول هذا الشهر جاءت قوات الأحزاب من كل مكان وظلوا يتوافدون حتى احتشدوا حول المدينة ستة ألاف من قبائل غطفان يساندهم أربعة ألاف من كورايش خارج المدينة وحوالي ألفين من يهود بني كورايذا بداخلها كانوا بمثابة مصدر تهديد شديد للمسلمين وقد ذكرت المصادر أن عدد المسلمين في تلك الغزوة قد بلغ ثلاثة ألاف مقاتل ولكن ابن حزب في كتابه جوامع السيرة ذكر بأن عدد جيش المسلمين لم يزد عن تسعمائة مقاتل خاصة بعد انسحاب المنافقين من صفوف الجيش بعدما تأزم الموقف فيما بعد وعلى الأرجح أن العدد في بداية المعركة كان بين الألفين لثلاثة ألاف وقل بعد ذلك إلى تسعمائة مقاتل وبعد وصولهم عسكر الجيش القريشي في مجمع الأسيال بين الجرف وزغابة كما عسكرت غطفان بجيوشها إلى الطرف الغربي من جبل أحد وكان الزعيم اليهودي الكبير حياي بن أخطب يتنقل بين المعسكرين ويتصل بقادتهم ويقدم المشورة كانت خطة الأحزاب تعتمد على أن تسحف الجيوش على شكل قوس من الطرف الشمال الغربي للمدينة وحتى الطرف الشمال الشرقي فيطبق هذا القوس بشكل حازم على قوات المسلمين المرابطة في الطرف الشمالي وحين تأتي ساعة الصفر سيتحرك تسعمائة مقاتل من يهود بني كورايدا في الجنوب حتى يسددوا ضرباتا قاتلة للجيش الإسلامي من الخلف فيقع بذلك جيش المسلمين بين فكي كماشة ويتم استقصالهم بكل سهولة ولكن عندما وصلت الأحزاب ورأت هذا الخندق الكبير الذي حفره المسلمون وقفوا حائرين أمام هذا المأزق فقد جمد هذا الخندق نشاط الآلاف المؤلفة من جيوش الأحزاب فها هي قوات المسلمين محمية وراء خندق يبلغ طوله ألفين متر وعمقه ثلاثة أمتار كما كانت جميع الجهات التالية محمية من قبل حرة في الجنوب وحرة واقم والوبر في الشرق والغرب على التوالي وهي حواجز طبعية لا يستطيع أحد اجتيازها إلا بصعوبات كبيرة فقد كانت مزروعة بحجارات سوداء وحروقة يكون لها أطراف حادة وشديدة فأخذ رجال الأحزاب يطوفون في ذهون وغيظ حول الخندق حتى يتفقدوه ويكتشفوا مواطن الضعف ولكنهم فوجئوا من دقة صنعه فاجتمعوا زعماءهم وقالوا في غيظ شديد إن هذه نمكيدة ما كانت العرب تكيدها وبدأوا يتشاورون حول طريقة التعامل مع ذلك الموقف واتفق الجميع على أن ينشروا الدوريات بكثافة لاستكشاف أي ثغرة يمكنهم من خلالها الولوج للمسلمين وفي نفس الوقت أعنى زعيم يهود بني النضاير أنه سيتجه إلى يهود بني قريضة حتى يدعوهم للانضمام إلى الأحزاب ونقد عهدهم مع المسلمين وبالفعل ما هي إلا ساعات قليلة حتى كانت خيول قريش تنتشر بامتداد الخندق كله وتحاول اختراقه من أي مكان وانتشرت معهم قوات المسلمين تقابلهم لمنعهم من ذلك وبدأت تراشق بين الطرفين بالنبال والحجارة وكان كل طرف في غاية الانتباه لعدوه في تلك الأثناء انطلق حياي بن أخطب زعيم بني النضاير وتسلل متخفيا إلى منازل يهود بني قريضة في جنوب المدينة وتوجه على الفور لمنزل كعب بن أسد زعيم بني قريضة ولكنه يفوجئ بالباب يغلق أمامه فأخذ ينادي عليه ويقول ويحكى يا كعب افتح لي فرد عليه الرجل الذي كان يعلم هدف مجيئه إليه وقال له ويحك افتح حتى أكلمك فقال له ما أنا بفاعل فاختاض حياي وقرر أن يلجأ للحيلة ويعيره وقال والله ما أغلقت بابك إلا تخوفا أن آكل معك من طعامك فاشتد خجى الكعب وفتح له الباب فقال له حياي ويحكى يا رجل جئتك بعز الظهر جئتك بقريش وغطفان حتى أنزلتهم بجانب أحد وقد عهدوني أن لا يبرحه حتى يستأصل محمدا ومن معه ولكن كعب قال له جئتني والله بذل الظهر دعك عني يا حيي فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاءا فظل حياي يلحه على سيد بني كريضة حتى أمر كعب أن يجتمع زعماء اليهود للتشاور في الأمر فظل حياي يزين الأمر لهم ويدعوهم لنقض عهدهم مع المسلمين مؤكدا لهم أن انتصار الأحزاب أمرا مفروغا منه فبدأت الأذان تستمع له وبدأ الحضور يوافق على كلامه ويؤمن عليه وذلك على الرغم من معارضة أحد زعمائهم والذي طلب منهم عدم نقض العهد والبقاء على الحياد على الأقل إن لم يناصر المسلمين وانتهى الاجتماع بموافقة اليهود على نقض العهد مع المسلمين وقاموا بإحضار الصحيفة التي تتضمن بنود العهد وقاموا بتمزيقها جميعا مع عمر بن سعدة والذي كان معارضا على ذلك وقال والله لا أخضر بمحمد أبدا وسنده في هذا الموقف ثلاثة نبلاء آخرون من اليهود في تلك الأثناء كانت الدوريات الإسلامية تراقب منازل يهود بني قريدة كما أمرها النبي وقد علمت على الفور بما داره وقرروا نقل الأخبار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلما علم بذلك شق عليه كثيرا ذلك الأمر إلا أنه كتم الخبر ولم يذيعه على الجيش حتى لا ينتشر الذعر وقام بتجهيز وفد من حلفاء يهود بني قريدة وأمرهم بالذهاب والتأكد مما جاءه من أخبار وأمرهم أن يكتموا الأمر عن الجيش إذا ما صح الخبر فانطلق الوفد على رأسهم سعد بن معاذ سيد الأوس وتقابلوا مع زعماء يهود بني قريدة وطلبوا منهم تنفيذ بنود المعاهدة بالانضمام لهم أو البقاء على الحيادة على الأقل ولكن اليهود ردوا مستهزئين وقالوا ومن هو رسول الله هذا لا عهد بيننا وبين محمد فغضب رجال الوفد واحتدوا عليهم ولكن سعد بن معاذ طلب منهم أن يتمالكوا أعصابهم وحاول محاولة أخيرة مع اليهود وقال لهم إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني كريدة وأنا أخاف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه ولكن اليهود ردوا بقول قبيح وسخروا منه وظلوا على موقفهم حتى تأكد سعد من ثباتهم على موقفهم وعاد مع الوفد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له بمجرد أن رأاه عضل والقارة ففهم الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وتأكد من غدر اليهود بهم كانت عضل والقارة من قبائل هذيل التي غدرت ببعثة المسلمين في ذات الرديع وهم في طريقهم لتعليمهم شعائر الإسلام اقتصر النشاط الأحزاب العسكري قبل نقض اليهود لعهدهم مع المسلمين على التواف بالخيل حول الخندق كنوع من الاستكشاف وإرهاب المسلمين فقد يأسوا من محاولة اختراق الخندق دون أن تتعرض قواتهم للفناء بنبال جيش المسلمين المدافع ولكن الحال تغير تماما بعد وصول أخبار انضمام يهود بني كورايدا لهم فقد كان هذا يعني أن معظم جيش المسلمين سيضطر للانسحاب من موقعه والذهاب لحراسة المناطق الجنوبية تخوفا من هجوم اليهود عليهم مما سيعني وجود ثغرات كبيرة تمكن الأحزاب من استغلالها والعبور داخل المدينة فضاعف بالفعل جيش الأحزاب عدد الدوريات حول الخندق وتتابعت خلف بعضها البعض دون راحة الأمر الذي سبب إرهاقا شديدا للمسلمين والذين كانوا يعينون من شدة البرد وقلة الطعام والنوم فمهما بلغت مناعة الخندق كان على كل مسلم أن يظل منتبها في مكان حراسته حتى لا يترك مجالا لعبور أي شخص من الأحزاب وكانت قلة عدد المسلمين لا تساعد على ذلك الأمر وازداد الأمر سوءا عليهم بعدما انتشرت أخبار نقد اليهود لعهدهم معهم فتضاعف البلاء وزلزلة القلوب وأصبح الجميع يخشى على حاله وحال عائلته بعدما أصبحوا بين نارين نار الأحزاب من الأمام ونار اليهود من الخلف ولقد وصف القرآن الكريم حال المسلمين بضقة في سورة الأحزاب وبدأ المنافقون وسط الجيش يعلنون تمردهم وأخذوا يستهزئون بالمسلمين ويقولون كان محمد يعيدون أن نأكل كنوز كسرة وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمنوا على نفسه أن يذهب إلى الغائط ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة واستمروا ينشرون روح الفزع والتخاذل واليأس بين أفراد الجيش بل وانسحبوا من وسط الصفوف متعللين بحجة حماية منازلهم في المدينة من يهود بني كورايدا فازداد البلاء على صفوف المسلمين ومروا بموقف عصيب لم يمروا به من قبل ولم يذبت مع رسول عليه الصلاة والسلام سوى تسعمائة مقاتل أمام عشرة ألاف من جيوش الأحزاب وألفين من يهود بني كورايدا ولذلك أراد رسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرف سريعا وحاول أن يخففوا من الضغط الشديد الذي يتعرض له المسلمون ففكر في خطة تحدث الخلاف بين صفوف الأحزاب وذلك قبل أن يهجم عليهم يهود بني كورايدا وبالفعل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجاله سرا إلى زعماء قبيلة غطفان وأخبرهم أنه ينتظرهم للاجتماع معهم في مقره وراء الخندق فقد كان يعلم أن هدف قبائل غطفان هو سلب ونهب المدينة فقط بعكس كورايد واليهود الذين كانوا يحاربون لأسباب سياسية وانتقامية ففكر أن يعرض عليهم جزء من ثروات المدينة مقابل أن ينسحب مقاتلهم من المكان وبذلك يكون قد حققوا ما أرادوه دون الحاجة للقتال وبالفعل عندما اجتمع مع زعمائهم عرض عليهم سلطة ثمار المدينة من مختلف الأنواع لمدة عام كامل مقابل أن ينسحبوا من الحصار ويعودوا لبلادهم فوافق زعماء غطفان على ذلك الرأي وتم كتابة بنودي المعاهدة ولكنها لم توقع فقد أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أن يستأذن الأنصار بالتصرف في خيرات مدينتهم فاستدعى سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج وتشرح لهم ما ضار فلم يعجب بالأمر وسأل الرسول عن ما إذا كان هذا الأمر أمرا من الله أم مشرد رأيه فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مجرد رأي منه حتى يفك الضغط عليهم فقد شق عليه كثيرا أن يعاني الأنصار والمهاجرون بهذا الشكل ولكن سعد بن معاذ وقف حينئذ وقال والله لا نعطيهم إلا السيف قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فابتسم رسول الله عليه الصلاة والسلام لموقفه وأعطى له حرية التصرف في المناقشة فقام سعد بن معاذ ومصدق الوثيقة التي لم توقع وأخبر سادة غطفان أن الحرب بينهم ما زالت قائمة فانصرف زعماء غطفان وهم في حالة ذهول من قوة وثبات المسلمين رغم ما كانوا يعانون رغم قوة موقف وثبات المسلمين ورضهم للصلح مع غطفان إلا أن الموقف العسكري كان لا يزال متأزما خاصة بعد انضمام يهود بني كورايدا للأحزاب فضاعف المسلمون من يقظتهم وأعمالهم الدورية للحراسة على امتداد طول الخندق وكان الأمر مماثلا بالنسبة لجيش الأحزاب فقد تحمس قادة قريش كثيرا بخبر انضمام اليهود لهم واجتمعوا وقرروا أن يقودوا عمليات المناوشة ضد المسلمين بأنفسهم بالتبادل يوما بعد يوم ودون انقطاع فانتشرت عمليات الطواف بالخيول والتراشق بالحجارة والنبال بين الطرفين حتى حدث أن جاء يوم واستطاع بعض من فرسان كورايش وعلى رأسهم عمر بن عبدود وعكريم بن أبي جهل أن يقتحموا الخندق من مكان ضيق ونقلوا المعركة جزئيا لمعسكر المسلمين فأسرع المسلمون بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لملاقاتهم وانطلقت صيحات الإنذار وكان أول ما فعله المسلمون أنهم انقطعوا طريق العودة على فرسان كورايش وسيطروا على فم المضيق الذي اقتحموا فأصبحت المواجهة بينهم لا مفر منها فانطلق عمر بن عبدود وهو من فرسان العرب الأقوياء وصاحب على صوته من يبارزني فتقدم له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أنا أبارزك فرد عليه قائلا ومن أنت فقال له أنا علي بن أبي طالب وإنك كنت تقول لا يدعوني أحد إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتها فقال له نعم فقال علي رضي الله عنه إني أدعوك أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتسلم لرب العالمين فقال له أخر عني هذه يا ابن أخي فقال علي إذا ترجع إلى بلادك فإن يكن محمد رسول الله صادقا كنت أسعد الناس به وإن كان كاذبا كان الذي تريد فقال له هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبدا فما الثالثة فقال له المبارزة فضحك عمر بن عبد ود كثيرا ثم قال ما كنت أظن أحدا من العرب يطلب ذلك مني أبدا فلما يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك فقال علي رضي الله عنه ولكني والله أحب أن أقتلك فغضب عمر لذلك غضبا شديدا وقام بالنزول من على فرسه وعقرها حتى يتواجه مع علي على الأرض ثم انطلق نحوه سريعا وسدد له ضربة قوية بسيفه استقبلها علي بدرعه ولكن من شدة الضربة استقر السيف بداخل الدرع وأصاب جزء منه رأس علي فشجهه وفي اللحظة التالية سدد له علي ضربة سريعة بسيفه أسقطته سريعا في الحال كالثور فانتشرت صيحات التكبير في كل مكان وحاول فارسان آخران أن ينتقموا المقتل قائدهم وهم ضرار بن الخطاب وهبير بن أبي وهد ولكن علي رضي الله عنه صمد لهم بكل براعة وقاتلهما حتى فر من أمامه فاندهش فرسان قريش لما حدث وحاولوا الفرار من المكان بعد ذلك وألقى عكرمة بن أبي جهل برمحيه على الأرض ورقد سريعا ولكن فرسان المسلمين طاردوهم جميعا وعلى رأسهم الزبير بن العوام واستطاع أن يقتل نوفل بن عبد الله وهم أن يقتل هبير من أبي وهب ولكنه استطاع الفرار في آخر الأمر وهكذا انتهت تلك المعركة الجانبية بمقتل جميع فرسان قريش معاد ثلاثة رجال هم درار وهبير وعكرمة كان جيش الأحزاب ينتظر بشدة نتيجة تلك المواجهة حتى يروا جدوى مواصلة القيام بمثل هذه الهجمات من عدمها ولكنهم قرروا بعد ما حدث التوقف عن تلك المغامرات الحربية وقرروا تكثيف أعمال الحصار والضغط على المسلمين بدلا منها قد كان هدفهم هو مواصلة إرهاب المسلمين النفسي حتى تأتي ساعة الصفر ويتم تنفيذ الهجوم الشامل مع اليهود عليهم وقد كان لهذه الدوريات المتتالية أثرا شديدا على المسلمين بالفعل فقد عانوا من شدة الجوع والتعب والإرهاب ونال التعب من رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي كان يشرب بنفسه على حراسة أخطر الأماكن التي يتوقع أن يتم اختراقها في الخندق ولكنه لم يتحرك من مكانه مع ذلك إلا عندما يشتد عليه البرد فيعود لخيمته حتى يدفأ قليلا ثم يرجع للحراسة من جديد وازداد نشاط خيل المشركين فكانوا يطوفون بأعداد كبيرة كل ليلة حول الخندق وحتى الصباح ثم يتبعها أعداد أخرى مماثلة حتى الليل فأجبروا المسلمين على الصهر طوال الليل لعدة أيام فاشتد الحال عليهم كثيرا وفي إحدى الليالي شعر المسلمون بحركات شديدة من فرسان كريش فأسرعوا في الانتشار داخل الخندق لحمايته وبالفعل كان ما يتوقعونه صحيح فقد حاول خالد بن الوليد مع فرساني أن يقتحموا إحدى البقاع الضيقة في الخندق ولكنه فوجئ أسيد بن حضير مع مائتين من الصحابة قد وقفوا سدا منيعا أمامه فاضطر للانسحاب إلى جانب كتيبته ولكنهم مع ذلك أخذوا في إلقاء النبال والحجارة على المسلمين واستشهد في هذه الليلة الطفايل بن النعمان بعد أن ضربه وحشي بن حرب قاتل حمزة عم النبي بحربته الشهيرة قبل أن يعود كل طرف إلى معسكره من جديد أدركت كريش أن معنويات المسلمين تنخفض كثيرا مع مرور الوقت خاصة مع اشتداد الحصار عليهم ولذلك قرروا أن يزيدوا من ضغطهم عليهم وأعطوا الإشارة ليهود بني كورايدا بأن يبدأوا التحرش بالمسلمين من الخلف على أن يكونوا على أتم الاستعداد لتنفيذ هجوم مشترق معهم فيما بعد وبالفعل تحرك يهود بني كورايدا وبدأوا في الإغارة على الحصون التي بها نساء وأطفال المسلمين فأقبل أحدهم وكان يدعى نجدان وأخذ يصيح في النساء ويقول إنزلنا إلي خير لكن فقامت النساء برفع السيوف في السماء حتى يراهم أصحاب رسول الله فقد كانت تلك الإشارة المتفق عليها إذا ما تعرضنا للهجوم وبالفعل أقبل قوم من بني حارثة نحوهم عندما رأوا الإشارة واندفع رجل يدعى ظفر بن رافع نحو اليهودي وقال يا نجدان ابرز إليه فتقدم له نجدان ولكنه فوجئ بذفر ينقض عليه ويقتله بضربة سيف قطعت رأسه في الحال ولكن رغم ذلك لم يكتفي اليهود بهذه المحاولة ففي نفس الوقت كانت هناك جماعة منهم قد ذهبوا إلى الحسط الذي تتواجد به نساء النبي وعمته صفية مع حسان بن ثابت فقامت صفية وطلبت من حسان بن ثابت أن ينزل إلى اليهودي الذي يطوف بالحسط ولكنه أجابها قائلا ما أنا بصاحبي هذا فقامت عمة النبي بأخذ عمود ثم نزلت من الحسط وفاجأت الرجل اليهودي بضربة قتلته في الحال فظن اليهود عندما رأوا صاحبهم صريعا أن الحسط محمي من أصحاب النبي وانسحبوا عائدين إلى منازلهم أقلق هجوم اليهودي على حصون النساء قلوب رجال المسلمين واضطروا لمضاعفة عمليات الحراسة عليهم فشعرت الأحزاب بالنقص الملموس للقوات الإسلامية عند الخندق ولذلك بدأوا في التجمع حوله بأعداد كبيرة طيلة ساعات النهار والليل لإرهاب المسلمين فلم يستطع أحد من المسلمين التحرك من مكان حراسته وأجبروا على الوقوف في مكانهم بما فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لدرجة أنهم شغلوهم عن أذاء الصلوات الخمس في إحدى الأيام فدع عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا بسبب ذلك الأمر وبعد مرور 22 يوم من الحصار بدأ من الواضح أن المسلمين في طريقهم للإنهيار فقد نال الإرهاق والجوع منهم وزادت الأجواء الباردة من سوء الوضع وبدأ الأفراد ينسحبون حتى يقول بعض المؤرخين أنه لم يثبت مع الرسول في الأيام الأخيرة سوى 300 مقاتل فقط وجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأعربوا له عما يعانوه من خوف وضيق فقالوا يا رسول الله لقد بلغت القلوب الحناجر فهل من شيء نقوله فقال الرسول نعم كولوا اللهم أستر عوراتنا وآمن روعتنا ثم دع الله قائلا يا صريخ المقروبين يا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وقربي فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي وظل يرددها حتى استجاب له الله ففي وسط كل تلك الإبتلاءات نزل جبريل عليه السلام على الرسول الكريم وبلغه بقرب انتهاء الحصار فرفع رسول يده إلى السماء وهو يقول حمدا لله الله أكبر وبشر المسلمين بقرب نهاية الأحزاب بعد ذلك الموقف بوقت قصير فوجأ الرسول عليه الصلاة والسلام بقدوم أفراد الحراسة عليه وأخبروه أن نعيم ابن مسعود أحد أبرز الشخصيات في قبائل غطفان قد أقبل ويريد رؤيته فسمح له الرسول بالدخول واستمع له فأخبره نعيم أن الله قد هدى قلبه للإسلام وأنه لم يغبر أحدا من قومه وأنه يضع نفسه تحت تصرفه فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطاع فإن الحرب خدعة فوعده نعيم ابن مسعود أن يفعل كل ما بوسعه وبالفعل توجه هذا الرجل نحو منازل يهود بني كورايذا فقد كان صديقهم منذ أيام الجاهلية فلما قابلهم قال يا بني كورايذا قد عرفتم ودي إياكم خاصة ما بيني وبينكم فأيادوه قائلين صدقت لست عندنا بمتهم فبدأ نعيم في تنفيذ خطته وبدأ ينشر بذور الفرق والشك بين اليهود وجيوش الأحزاب فقال لهم إن كورايشا وغطفان ليسوا مثلكم فالبلد بلدكم وفيها أموالكم ونسائكم وهم قد جاءوا لقتال محمد وأصحابه وأنتم ساندتموهم فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك عادوا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين محمد ببلادكم وأنتم لا طاقة لكم بمحمد إن خلا بكم فنظر اليهود إلى بعضهم البعض وقد بدأت علامات الخوف تظهر على وجوههم فضرب نعيم ضربته الأخيرة وقال فلا تقاتلوا مع الأحزاب حتى تأخذوا منهم رهنا سبعين رجلا من أصحابهم يكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى ينتصروا عليه فأدرك يهود بني كورايذا أنهم بحاجة لضمان بالفعل حتى لا تغضر بهم الأحزاب وتتخلى عنهم فشكروا نعيم على نصيحته ووعدوه أنهم لن يقاتلوا معهم إلا بعد أن يأخذوا الضمان فتأكد نعيم من نجاح خطته وانطلق على الفور نحو مركز قيادة الأحزاب في كورايش نغطفان فلما اجتمع مع قادتهم قال لهم لقد عرفتم ودي لكم وعدواتي لمحمد فلم ينكروا عليه ذلك وأيادوه فلما رأى الثقة بادية على وجوههم أخبرهم بأن يهود بني كورايذا سيطلبون منهم رهاء حتى يضمنوا أنهم لن يخضروا بهم ويتركوهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأضاف من عنده أن اليهود نادمون على نكثهم للعهد مع المسلمين وأنهم لا ينهو أن يطلبوا الرهاء إلا ليسلموهم للرسول حتى يقتلهم ويسامحهم على ما فعلوه وأنهم قد اتصلوا بالفعل به واتفقوا معه على ذلك ونصحهم أن لا يرسلوا رجلا واحدا إليهم انطلبوا منهم ذلك الأمر ثم تركهم بعد أن اطمأن لتصدقهم كلامه بالكامل انزعج زعماء كورايش كثيرا لتلك الأخبار وأرادوا التأكد من صحتها ولذلك قرروا أن يرسلوا وفدا في مساء يوم جمعة إلى يهود بني كورايذا وأخبروهم أن يستعدوا للهجوم المشترك على المسلمين في صباح يوم السبت حتى يروا ردة فعلهم ولكنهم وجدوا اليهود يردوا عليهم في فطور وقالوا أنهم لا يقومون بأي عمل في أيام السبت حسب دينهم ثم أفصحوا لهم عن مخاوفهم في قتال الرسول والمسلمين وطلبوا منهم أن يعطوهم رهاء حتى يضمنوا ولاءهم لهم إن هجم عليهم المسلمون فلم يرد وفد الأحزاب عليهم بكلمة وتأكدوا من صدق ما قاله نعيم بن مسعود بعد ما سمعوه فعادوا جميعا إلى مقار الجيش وأبلغوا سادة كورايش بمدارة فأرسل قادة كورايش وفدا آخرا لهم وأخبروهم برفضهم لتسليم الرهاء وإن هذا يعد عدم ثقة وتعلن في اتفاقهم فتأكد اليهود من صحة كلام نعيم بن مسعود لهم وأدركوا أن الأحزاب على استعداد لتركهم والعودة إلى بلادهم إن لم ينتصروا فأخبروهم أنهم لن يقاتلوا أبدا معهم إذا لم يعطوهم الرهاء واشتد الخلاف بينهم فحاول حياي بن أخطب زعيم يهود بني النضاير أن يصلح ما أفسده نعيم بن مسعود ولكن باقت كل محاولاته بالفشل وانقطع الاتصال أخيرا بين اليهود والأحزاب بعد خطة نعيم بن مسعود بعد انهيار الاتفاق بين الأحزاب واليهود بدأ زعماء الأحزاب في التفكير بإنهاء هذا الحصار والعودة لبلادهم فقد مر ثلاثين يوما منذ بدء الحصار ولم ينجحوا ولا مرة في اختراق الخندق وبدأ التدمر والضيق يظهر وسط صفوف الجيش لطول مدة الحرب فكل حروب العرب من قبل كانت عبارة عن كر وفر ولا تستمر أكثر من يوم ولم يعتادوا أبدا على حصار المدن كل تلك المدة وضف على ذلك أن الأجواء كانت قارسة عليهم أيضا فقد هبت عصفة شديدة على المنطقة التي كان يقيم بها الأحزاب وبدأت تقتلع الخيام وتهدم الأبنية ولا تترك النيران مشتعلة في مكانها فاجتمع أبو سفيان مع قادة الجيش وأخبرهم بنيته للانسحاب وشرح لهم الأسباب فلما علم اليهود بالمدينة بنية الأحزاب للانسحاب حاولوا أن يتصلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه الصلح على ما فعلوه ولكنه رفض تماما ذلك الأمر وقام النبي عليه الصلاة والسلام بإرسال حديفة بن اليمان وأمره بالتخفي ليتأكد من صحة أنباء انسحاب الأحزاب فلما وصل لمعسكرهم وجد الأجواء مضطربة بين صفوفهم من شدة الرياح ووجد أبو سفيان يصيح فيهم ويقول يا معشر قريش لينظروا كل منكم من جلسه فقد كان يخشى أن يكون هناك جواسيسا وصل صفوفهم فوقع حديفة بن اليمان في مأزق ولكنه استدرق موقفه بذكاء وصاح في من بجانبه وقال من أنت يا رجل فقال له معاوية بن أبي سفيان فالتفت ليصاره وقال ومن أنت فقال له أنا عمر بن العاص اتمئن يا رجل واجلس فأنقذ حديفة الموقف بذكاء واطمئن له الحضور واستمعوا جميعا لخطبة أبي سفيان بالرحيل وبعدها انسل حدافة بن اليمان من بينهم في سريات تامة وعاد من جديد إلى معسكر المسلمين وأخبر الرسول بصحة رحيل الأحزاب وهكذا انقشعت أخيرا الغمة وخلص الله المسلمين من براثنا المحنة وصدق وعد الله لرسوله وللمؤمنين وبدأت جموع الأحزاب تنسحب قبيلة والأخرى بعد أن أصدر أبو سفيان الأوامر لخالد بن الوليد وعمر بن العص أن يتولي الإشراف على ذلك الانسحاب وانتهد بذلك أخيرا غزوة الأحزاب العسيرة على المسلمين رغم أن غزوة الأحزاب هي أخطر غزوة يتعرض لها المسلمون في تاريخهم وبالرغم من كونها من أشد ما شاهدوها في عملياتهم الحربية من حيث الخوف والقلق والتعب والإرهاق والجوع إلا أن قتل الفريقين لم يتعدى أحد عشر رجلا وجريحين فقد استشهد من المسلمين ثمانية رجال كلهم من الأنصار أما قتل قريش فكانوا أربعة رجال فقط وقد كانت هذه الغزوة هي آخر عملية عسكرية يقوم بها الأعداء ضد المسلمين فقد كان الجيش الإسلامي بعدها هو دائما من يبادر بالهجوم عليهم فثبتت صحة قول النبي بعد إنقضاء المعركة حيث قال لا يغزونكم بعدها أبدا ولكن أنتم تغزونهم وكان أول العمليات التي قام بها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب هو معاقبة يهود بني قريضة على غذرهم ونقضهم للعهد معه وقد تحدثت عن تفاصيل ذلك الأمر في حلقة سعد بن معاذ منذ بضعة أشهر وسأترك لكم رابط الحلقة لمن يرغب في سماعة تلقى القصة وإلى لقاء آخر إن شاء الله وقبل ما أختم الحلقة خلوني أقولكم أن عدد كبير بيشتكي من عدم وصول إشعارات أي فيديو جديد بعمله ليهم وعشان نتفادى الموضوع ده أستأذنكم أنتم تعيدوا تفعيل الجرس من جديد وتختاروا وصول كل الإشعارات الجديدة ليكم عشان يجيلكم خبر بأي فيديو جديد بعمله وطبعا لو أنت مشاهد جديد وعجبتك الحلقة فمرحبا بيك في القناة وبطلب منك أنك تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع كل اللي بتحبهم عشان تساعد القناة تكبر وتنتشر انتشار كبير وطبعا هستنى رأيكم في التعليقات عشان تقولولي رأيكم إيه في فيديو النهاردة واشوفكم الحلقة الجاي على خير إن شاء الله